فيلمنا بيتكلم عن الأسطورة اليابانية اللي بتتكرر كله 500 سنة وفيه بنت بتتورد لكن ما بتكونش شبه أي بنت لأنها بيكون عندها قدرة خاصة وبتكون حقا كده شبه القوة الروحية اللي كانت عند موحي في فيلم فول الصين العظيم لكن القوة دي مختلفة شوية لأنها بتقدر تحول أكبر أفع على الأرض الأعظم تنين العالم شافوا وفيه أفعاتين عمالقة على الأرض واحدة خير وبتستخدم قوتها عشان تحمي القون والتانية شريرة وعاوزة تستخدم القوة عشان تدمر القون ومن حسن حظنا ان الوقت اللي فيلم بتتصور فيه ان الخمسمائة سنة خلصوا والبنت المنتظرة اتولدت وعشان كده اصلا احنا هنتفرج على الفيلم دلوقتي وبيبدأ بمكان مددمر وفيه شرطة بتحاول تعرف اي سبب الدمر ده وده ايسان وشغلت صحفي وراح لمكان الحادث وشاف حاجة غريبة كده كان باية منها جزء صغير تحت الأرض فاستغرب وفوض اللي اكلم نفسه لانه حاسس انه شافوا الحاجة دي قبل كده وبعد كده مسك السلسلة اللي فرقبته وقال الحاجة دي انا متأكد اني عرفها بس لحظة واحدة بقى يا جماعة ناخد وقت مستقطع كده بسيط اكلمكو فيه عن قناة انيمي في كلمة ونص اللي لو دخلت بسيط عليها معي اكيد بازن الله هتلاح حاجاتها تعجبك كتير زي مثلا يعني كده عندك سلسلة افلام هوتل ترانسلفينيا كاملة ومثلا يعني اقول لك خد التقيلة سلسلة افلام كونجو فوبند اللي لسه الجزء الرابع بتاعها هينزل قريب غير شوية حاجات كتير جدا اتعجبكو ويعني المهم بعد اللفة دي ما تنسوش تدعمها بالاشتراك وتبقى جادة او يعني لو فعلت زر الجرس عشان يوصلك كل جديد منها وتدع شوية لايكات وبعد يعني خلاص كفاء عليها كده ايه الطمع ده تعالوا بقى انكمل بقى في المنا يلا بقى ومعليش طولت عليك هنسيب ويفكر براحته بقى وهناخد جولة قبل خمستاشر سنة وايسان كان لسه طفله وراح مع ابو المتحف ببيح حاجات عاطيقة وقديمة جدا وراح يتفرج على المكان وفجأة فيه صندوق غريب اتفتح قدامه وكان فيه نفس القطعة دي اللي كانت ملفونة وطلع منه ضق قوي جدا وفجأة برضو الدوق ده دخل في ايسان وصاحب المكان اول ما شاف كده قال له اخيرا لقيتك وبدأ يحكي له ايه اساس وجود قصة الافعال املاقة اللي بتتحول لتنين وقال له ان زمان الطاقة الروحية دي نزلت على الارض وكان معاها مقاتل عشان يحميها والمقاتل ده اسمه جاك والطاقة دخلت في بنت اسمها نارين وما كانتش زادة تستخدمها اللي لما تتم العشرين سنة وعشان البشر يحموها عينوا ليها محارب قوي جدا اسمه هارام وكان بيتدرب تحت ايد المقاتل اللي نزل مع القوة الروحية عشان لما الافعال الشرير تحول تسيطر عليها عشان تاخد قوتها هو يحميها وبسبب وجوده جنب نارين طول الوقت ويع في حبها وهي كمان ويعت في حبه وجاك قال له هارام انت دلوقتي مستعدة تستلم مهمة حماية نارين لكن تعال لاني عاوزك تقابل شخص معين وخدوا عند البحر وفجأة فيه افعال املاقة تلعت قدامهم وجاك قال له هي دي بقى الافعال الصالحة اللي المفروض هتاخد القوة الروحية عشان يتحول للتنين عظيم واتدفع عن الكون ضد التعبان الشرير وبعد كده ادلو سرسلة الشباهي اللي ايسان لابسها وقال له دي المفروض انها هتحميك من اي خطر يقرب منك وفي نفس الوقت جيش الشر الاملاق هجم على المدينة اللي نارين فيها لانهم محتاجين القوة اللي معاها وكانوا مسلحين بكائنات ضخمة وعليها مدافع غير الديناسورات وكان جيش شكله مرعب وهجموا على المدينة ودمروها بكل بساطة واحتلوها وبدأوا بقى يبحثوا في اي بنت على علامة التنين اللي بتكون في كتفها لانها تكون هي دي البنت المطلوبة وفعلا بعد بحثة ويل وصلوا البيت حاكم المدينة وابنته كان عليها علامة التنين فخدوها ومشيو لكن هرام وجاك هجموا عليهم وهرام عارف ياخد نارين ويهربوا وجاك حاول يعطلهم بقدر المستطاع لحد ما خد اصابة في كتفه فقال لقى الموضوع كده خطر وما بالدهاش اه مطير بقى وفعلا انطره محدش يقول لي عملها ازاي لما تبقى قصيني هتعرف المهم انه رح لهرام بعد شوق تغيران حلوين كده لكن لا ارامي سلسلة وخد نارين وهربوا لكن الافعة الشريرة طردتهم بنفسها وكانت مرعبة جدا وهرام خد نارين ونطه من مكان عالي في المياه ولان المكان كان عالي جدا ماتوا وإيسان كان عاوز يعرف باقي القصة لكن جاك قال له انت عبيت انت عبيت ياد هل انت عبيت بقول لك ماتوا عاوز نهاية ايه تعاني ودلوقتي فتخ خمسمائة سنة على الاحداث دي والمفروض ان انت اللي هتحمل بنت المختارة الجديدة وهذا السلسلة اللي كانت مع هرام وقال له لعلمك انا جاك اللي كان معهم من خمسمائة سنة وانت المفروض تكون هرام والمفروض ان احنا موتنا لكن دي حياتنا التانية على الارض ولازم نستغل حياتنا التانية دي بطريقة افضل وهتقابل بنت اسمها سارة وهيكون على كتفها علامة التنين ولما تتم العشرين سنة لازم تخدها عند الافعاد الطيبة عشان تديها القوة وتنقذنا من الافعاد الشريرة نرجع بقى لإيثان لما كبر وافتكر كل الكلام ده فعرف ايه اللي هو شافه تحت الارض فرح بسرعة يبحث في قاعدة البيانات عن سارة اللي هو عاوزها وجاك كان طير وتقريبا كده هو بيعمل يوجد طيران ومحدش برضو يسألني عملها ازاي يعني ما حدش لما تبقى الصيني هتعرف وفجأة جاك حس بوجود قاعد جيش الافعاد الشريرة والقاعد ده اختارك باب حديد قدام واحدة فقالت ايه ده اما جرب كده لكن الموضوع ما زبطش معها قوي وسركت ماشية في الشارع وفجأة فيه تراتة طلعوا يغلسوا عليها لكن ملحقوش لان جاك كان بيرقبها وراء عمل معهم الصح ومشي وبالليل حارس حدوكة الحيوان سمع صوت الافيال عمالة بتستغيث باي حد فراء عشان يشوفهم لكن اتصدم بافع عملاقة قدامه وكانت حط فيل كامل في بقها كأنه لعبة فخافوا هرب وراح يبلغ الشرطة باللي شافه وقال لهم انا شفت تعبان عملاق جدا وكان فيه الفقر مواحدة فحولوا المستشفى المجادين بدون ما يفكروا وسارة وهي نايمة حلمت بان عربتها تحولت لجلد تعبان فخافت وفجأة في واحد ظهر من وراها ومسكها ولما صحت كانت خايفة جدا وعلامة التنين اللي في كتفها طلعت دق قوي جدا وبسبب الدق دوات وجعتها وحست باصابة جمدة في كتفها فطلبت اسعاف وراحت للمستشفى وصحبتها راحت لبيتها بقى عشان تاخد لها شوية هدوم وحاجات لزوم المستشفى بقى والكلام اللي بإذن اللي ما حدش يجربه ده المهم هو صحبتها في البيت اتصدمت بالافع على الاملاقة فشها وكانت رايحة عند بيت سارة لانها عاوزة تاخد القوة منها والبنت حاولت تهرب هي وصاحبها لكن قائد الجيش ده ظهر قدامهم واتر الودة اللي كان معها والبنت حاولت تهرب لكن يعني ما لحقتش لان الافع عزلاتها ولما ما لقيتها دي صار رامتها تاني وإيسان راح لمكان الحادث بما انه صحفي وعرف من الجيران ان سارة كانت في المستشفى مش في البيت وقت اللي حصل فرح المستشفى عشان يحاول يحميها ولما قبلها قال لا ما تخافيش انا مش جايك تبقص عنك انا هنا عشان يحميك وفي نفس المستشفى الدكتورة بتشوف الراجل اللي شاف التعبان الاملاك في الغابة وكانت بتحقق معها عشان يعني ممكن يحاولوا المستشفى المجانين فقال لهم انا مش مجنون ومتأكد من اللي انا شفته وفي نفس الوقت لها نفس التعبان واقف بيبصرهم من الشباك الوراه فقال الدكتورة ظهر الحق بص وراكي وانتهت شوفيه لكن لما بصت ملقيتش حاجة لان التعبان كان ماشي وفي يعني بالطريقة دي وما تأكدوا ان هو كده بقى مجنون رايزك والتعبان بدأ يجي من المستشفى عشان عاوز سارة لكن ايسان خدها وهربوا ورجبوا العربية مع بروس ساحب ايسان وهربوا والتعبان حاول يروح وراهم بسرعة لكن عارف وهربوا منه وقابلوا قائد الجيش في قوشهم فشلوا بالعربية وتكملوا هربهم وجيش الشر بدأ يتكون من مخططات يابانية عاطيقة وخرج منها جنود وكائنات الاملاكة والموضوع كده وسع والحكومة بدأت تدخل وتعقبوا مكان التعبان ولما اصلوا عنده قال لهم نورتوني والله وخرج عادي قدامهم يعني هو ما عملهمش اي حاجة بس هما خافوا بقى خافوا جدا كمان ما عرفش ليه بصراحة يعني وما ازاهمش ما عملهمش حاجة وراح وراهم وفاجأ جيش التعبان وصل والقائد قتل العساكر بضربة واحدة وصرا راحت لدكتور مخه اعصابة عشان بدأت تحس انها بتهلوس واول محطها على جهاز دراسة المخ بدأت تسترجع ذكريات الماضي اللي كانت نارين عايشها من 500 سنة لانها هي ونارين يعتبروا شخص واحد وشافت كل حاجة وعرفت كل حاجة وفاجأة طارت في الهوا وطلعت هالة غريبة حواليها وكانت قوية وفاجأة كل حاجة رجعت لطبيعتها تاني والتعبان عارف ما كان صراحة من الطاقة دي ورحلها لكن هربت كالعادة وايسان خدها في عربية وهربوا والتعبان حاولوا يذهب وراهم لكن كانوا اسرع منه وهربوا ما عرفش ازاي بس هو ده بقى اللي حصل يعني ما عرفش بصراحة يعني ممكن يهربوا منه ازاي المهم التعبان كان بيعرف طريقهم حتى لو صرا رجعت بطنهم مع تاني ويطاردهم في كل حتة ويدمر اي حاجة بتوقف طريقه بشكل مرعب فطلعوا بصراع على برج عشان يهربوا منه بطائر هريكوبتر لكن ما سابهمش وبدأ يطلع على البرج هو كمان وكان واخده في حضنه اوي واول ما طلعوا بالطائرة قافش فيها عشان ما يهربوش والطائرة كانت تتدمر وعشان كده إيسان خسروا نطوا منها وبعد كده وقعت ودمرت والتعبان وقف في بصولهم وهو خلاص بقى حاسس ان وصل لهدفه وكان واخد البرج في حضه في منظر يعني بصراحة كده كمرعب جدا لكن فجأة الطائرات الحربية ادخلت وبدأت تضربه بكل قوتها والتعبان حاول يقاوم معهم لكن معرفش يقاوم كثير وفقط توازنه ويعمل على البرج بسبب قوة الضرب لكن الدعم وصل للتعبان وكانوا تقريبا تنانين او ديناصورات بالطير انا بصراحة مش عارف ايه دي وكانوا يعني اتبع جيش الشر ودمروا الطائرات وكمان عملوا هجوم ارضي بكائنات الاملاقة اللي معاهم دي غير طبعا الديناصورات الارضية وكانوا مجهزين بمدافع متطورة عن المدافع بتاع العصر الحديث والمعاركة كانت قوية جدا في الشوارع ان كانت في الارض او في الجو وقوات الجيش حاولت تقاوم بكل قوتها لكن العدو كان قوي جدا وعدده كبير يعني متخيلين ان تكونوا بتحاربوا جيش بيستخدم الديناصورات حيوانات قريفة ونهاية الحرب دي ان جيش الافع الشرر عارف يوصل لايسا وصرا ودمروا العربية اللي هم فيها واخدوهم اسرا ويسا لما فقلها نفسه مربوط في مكان غريب ومليان جنود عددهم ضخم وشافهم واخدين سرع عشان يضحوا بها وياخدوا منها القوة وربطوها في مكان كده والافعى الشرر طلعت في منظر مرعب ووقفة قدامها وهذا لانها عشان هي تبقى مستعدة تشفط القوة اول ما تطلع منها وايسا مكانش عارف يعمل او اي حاجة وكان بيحاول يحر نفسه باي طريقة الحد ما السلسلة اللي هو لابسها عملت طاقة قوية جدا وفجأة السمالونها بقى ابيض والطاقة اللي طالع من السلسلة بقت اقوى وعملت انفجار قوي جدا ودمر المكان كامل والجيش كله مات بحيواناته ومخلوقاته كل الجنود وكل حاجة الا القائد والافعى والقائد كان هيقتل سرع لكن ايسا انقذها ودخل معه في معركة لكن كان ضعيف جدا والقائد ده ضربوا بسيفه لكن السلسلة دفعت عن ايسا وطلعت طاقة قوية برضه وحرقت القائد وفي الوقت ده الافعى فائت تاني وإيسا انفك سرع وقبل ما يهربوا الافعى كيتتاكلهم لكن افعى الخير وصلت ودفعت عنها يعني لحقيتها على اخر لحظة ودخلوا في معركة مع بعضه وكانت قوية جدا لكن الافعى الشريرة هي اللي انتصرت لان افعى الخير كانت لسه ضعيفة لانها بتستخدمش قوتها قوي وفي الوقت ده سرع ضحت بنفسها وسمحت للطاقة تطلع من جسمها للسماء وتكونت على شكل كور الطاقة كده وتحكمت فيها بايدها لحد ما وصلتها للافعى الخير فكلتها وبعد كده سرع ماتت وافعى الخير بدأت تتحول لحد ما تحولت لتنين قوي جدا وبيقدر يطير وطلقت للسماء ونزلت بكل قوتها على الافعى الثانية وكلتها عالقة محترمة وبعد كده ضربتها طاقة من بققها شبه جودزيلة كده فقتلتها في وقتها واللي ما شافش جودزيلة هتلاقوني عملكوا الجوزء الاول والتاني في الوصف للي حب يشوفهم المهم ان ان تنين نزل قدام ايسان وطلعت طاقة من بققه وكان فيها رسالة لأيسان وصارة قالت له اصبر يعني 500 سنة يا بيبي وهنكون مع بعض تاني وده هيكون في حياتنا التانية ومش هيكون في اي قوة بتهددنا تاني ورجعت بقى تاني للتنين اللي خدها في بققه وطار للسماء وودع ايسان وهو عينه كلها دموع لانه خدره حصار وطار وكمان جاك لما حس ان مهمته كملة اختفى بقى وماته وكمان وتقريبا كده ايسان بقى وحيد يعني ولو حد صعبان عليه ايسان ممكن يروح يقعد معي وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا زر الجرس واللايك الجميل